السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابعي قناة كوراس بورت اينما كنتم فاهلا ومرحبا بكم في البداية ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى في الكومنتات وكمان تلعطوه اصلاق للفيديو عشان نوصل لأكبر عدد ممكن من اشراك النادي الاهلي كمان ما تنساش تقول لنا اسباب هزيمة النادي الاهلي النهاردة من سموحة بنتيجة اثنين واحد وجول في اخر ثانية من مهاجم نادي سموحة حسام حسن وكمان هنتكلم دلوقتي عن تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيز وتصريحات الكابتن محمود الخطيب بعد المباراة وكمان عقوبات كبيرة جدا على لعيبة النادي الاهلي بسبب الاستهتار اللي شفناه النهاردة امام نادي سموحة ولكن في البداية ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى زي ما قلنا ويلا بينا على بركة الرحمن نبدأ اخبار النهاردة لنسيان للنادي الاهلي النهاردة قدام سموحة وبيغسر اثنين واحد النادي الاهلي عمل كل حاجة في المباراة ولكن بسبب رعونة لاعب النادي الاهلي واستهتار المهاجمين بتوع النادي الاهلي النادي الاهلي بيخسر النهاردة بسبب لاعبته ورجالته كمان المدرب مش هينزل هو اللي هيجيب جوان بنفسه المدرب حط التشكيل وحط خطط اللعب في المباراة وشفنا طريقة واداء لعب النادي الاهلي على اكمل وجه النهاردة 23 تزديدة على مرمى الهاني سليمان بيساوي من 23 تزديدة دول تخيل هدف وحيد فقط كمان يبقى المشكلة في لعبة النادي الاهلي مش المدير الفني المدير الفني مش هينزل بنفسه يترجم كل الفرص دي لأهداف المباراة كلها طبعا دروس لازم نتعلم منها وكويس الحمد لله انها جات في مباريات الدوري مش في افريقيا لان لو جات في افريقيا انت مش هتقدر تعود لكن في الدوري لسه مشوار الدوري طويل ولكن ما ينفعش ما ينفعش فرقة كبيرة بحجم النادي الاهلي افضل فرقة في افريقيا ما ينفعش يكون لها كل الجناحات بتاعتها ما فيش واحد فيهم بيقدر يعدي لاعب على واحد يقدر يرقص لاعب على واحد ويعدي منه ويحط جول الكلام ده مش شايفينه خالص في جناحات النادي الاهلي حسين الشحات النهاردة اي كرة بيستلمها عايز هو اللي يحط جول يعني النهاردة الكرة اللي شطها وخبطت في ظهر المدافع النهاردة لو كان بصابة العرض كان مجد افشا حطها في الجول ولكن مباراة للنسيان نبدأ نركز في المباريات المقبلة كمان اصابات ان لعيبة النادي الاهلي بنشوف كل مباراة لازم يطلع عندنا لاعب ولا اتنين يطلع عندهم اصابة يعني لو طلعنا مباراة كده ما احنا ما عندناش اصابة واللاعيبة كلها طلعة سليمة تحس لا دوت مش النادي الاهلي دايما النادي الاهلي معودنا ان كل مباراة لازم يطلع لاعب او لاعبين على الاقل يطلعوا مصابين النهاردة شفنا طبعا أليو ديانج اتصاب في الرجبة وخرج من المباراة ومقدرش يكمل المباراة بسبب اصابته ربنا يسطر ربنا يسطر ما تكونش اصابة قوية جدا في الرجبة كمان بدر بنون اشتكى من الاصابة في العضلة الخلفية خلال المباراة لكنه طبعا رفض المغادرة من الملعب بعد ان النادي الاهلي كان اجرى كل تبديلاته الخمسة فبدر بنون لو كان خرج كان النادي الاهلي هيكمل ناقص الوقت المتبقى كان تقريبا ربع ساعة ولا حاجة فدس على نفسه بدر بنون وكمل المباراة قلنا مليون مرة احنا النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا لازم نشوف حل فوري وعاجل في الاصابات المتكررة داخل صفوف النادي الاهلي وإلا انت هتيجي على مباراة ربع النهائي مباراة افريقيا تكاد تطلع بفضيحة كبيرة جدا من مباراة ربع النهائي لان انت طبعا صاعد الربع النهائي كمركز تاني وهتلاعب لأي فرقة من المراكز الاولى في المجموعات التانية زي التراجي والوداد وساندوينز فانت لازم تصلح المشكلة الكبيرة دي قبل مباراة ربع النهائي في دوري ابطال افريقيا لان انت لازم تروح كامل العدد ما انفعش تروح تلعب بلعيبة احتياطي لازم تروح المباراة دي وانت كامل العدد كمان انت مباراة العودة هتكون خارج ارضك طيب تعال نروح بقى للهدف اللي دخل في النادي الاهلي هدف الفوز الجولة التاني بتاع حسام حسن انا بصراحة سيبك من موضوع محمد الشناوي خروج محمد الشناوي لمنتصف الملعب عشان خاطر يعمل زيادة عددية لفريقه جوه 18 فريق نادي اسموحة ولكن ولكن طبعا محمد الشناوي يتحمل مسؤولية الهدف ولكن اكرم توفيق تعال نروح لأكرم توفيق او عمر السلية اللاعبة دي كان اخر لاعبين في الملعب وبالاخص اكرم توفيق اكرم توفيق خلاص حسام حسن حطه في ظهره ليه اكرم وراح انفراد من نص الملعب ليه اكرم توفيق ما يعملش فاول مع حسام حسن سواء خط انتظار خط طرد مش مشكلة ولكن ما يحطش جول في فريقك في اخر دقيقة وانت خلاص مش هتلحق تعوض ده خلاص اخر ثانية والحكم هيصفر انت لو كنت عملت فاول مع حسام حسن كان زمان النادي الاهل طالع بتعادل او كان ممكن يحط جول في اخر دقيقة وكمان ما كانش يطلع خسران بالنتيجة دي لكن زي ما احنا قلنا لعيبة النادي الاهلي هي اللي ضيعت الفوز من ايديها وهي اللي ده تلات مقاط للاعيبة نادي سموحة وفريق نادي سموحة رعونا كبيرة جدا من لعيبة النادي الاهلي النهاردة بنشوف محمود عبد المنعم كهرباء بيقلش جوه ستة يرضى يعني جوه الجون الكرة بتقلش من على رجله شفنا حسين الشحات كم قلنية كبيرة جدا في حسين الشحات مش عاوز يلعب الكرة لحد كمان فيه تبديلة غريبة جدا بيت سمو سيماني عملها لما نزل ناصر ماهر لما انت نزلت ناصر ماهر مع مجدي افشة تحس ان الاتنين تايهين يعني مجدي افشة كان كويس وشغال قبل ناصر ماهر ما كان ينزل لما نزلت ناصر ماهر على مجدي افشة بعد اصابة طبعا اليو ديانج نتمنى له الشفاء الاتنين كانوا تايهين في المباراة تحس ان الاتنين خلاص الاتنين طلعوا بره ما بقوش موجودين انت لو كنت نزلت لو كنت نزلت صلاح محسن يلعب طرف مكان اليو ديانج وتنزل تحت مجدي افشة يلعب جنب عمر السلية مكان اليو ديانج وتنزل كمان وليد سليمان يلعب مكان مجدي افشة فانت كده خلاص مجدي افشة هيسد مكان اليو ديانج وهو لعب المناسبة في المركز ده مع النادي الاهلي قبل كده ولعب برضو مع نادي برامدز قبل كده في نفس المركز كمان وليد سليمان كان بيقوم بالواجب بتاع لاعب رقم عشرة صانع العاب فاناصر ماهر انا شايف تبديلته ما كانتش فيه محلها بصراحة يعني تعال نروح لتصريحات بيت سمو سيماني المستفزة لدى جماهير النادي الاهلي بيت سمو سيماني قال ان انا لسه بصر على اشراق حسين الشحات في الجبهة اليمنى لان انا شايف ان حسين الشحات عنده مرضود قوي واداء قوي وانا منتظر منه الكثير والكثير كمان نتكلم عن حاجة غريبة جدا عن محمد الشناوي قال محمد الشناوي هو افضل حارس في مصر وكمان ما اقدرش ان انا اوجه اللوم عليه لا يا باشا انت دلوقتي في النادي الاهلي مش في اي نادي تاني عشان خاطر تقولي اللاعب ده احسن لعب في مصر انا ما اقدرش اللومه لا لا النادي الاهلي اكبر من اي لاعب احنا كنا بنشوف منو الجزيه كان بينهين لعبة النادي الاهلي ولعبة النادي الاهلي ساعتها كان من اعظم جيل في تاريخ مصر مش هقولك في تاريخ النادي الاهلي بس لا كان اعظم جيل في تاريخ مصر وفي افراقيا كمان فانت دلوقتي ما تقوليش ان محمد الشناوي عشان خاطر هو احسن حارس في مصر انا مش هقدر اللوم عليه لا اللي يغلط يتلام عليه ويتعاقب كمان اصلا هو مش نادي محمد الشناوي مع احترامي طبعا لمحمد الشناوي وانا بحبه كتير جدا على المستوى الشخصي ولكن ده النادي الاهلي ودايما ما فيش لعيب كبير عن النادي الاهلي النادي الاهلي اكبر من اي حد كمان تصريحات الكابتن سيد عبدالحفيظ اتكلم عن المباراة وقال ان هيبقى فيه عقوبات كبيرة جدا على لعيبة النادي الاهلي وبالاضافة لمحمد الشناوي طبعا بسبب الاستهتار اللي عند اللعيبة والرعونة الكبيرة جدا لدى اللعيبة وقال كمان ان ماتش اسموحة النهاردة صفحة وتقفلت وعندنا فرصة نتصدر الدوري بفارق 3 نقط لو كسبنا بإذن الرحمن المؤجلات بتاعتنا وكمان كل ماتش بنكسبه بقربنا خطوة وخطوة الى الدرع رقم 43 للنادي الاهلي مفيش مجال للتهاون ومن النهاردة لحد ربع النهائي عندنا سبع ماتشات في الدوري وبإذن الرحمن لعبتنا رجالة وهتلعب السبع ماتشات دي وكأنهم سبع نهائيات بواحد وعشرين نقطة لازم نكسبهم بأي طريقة واحنا هنا بندعم لعيبة النادي الاهلي واتمنى من الجماهير انها تدعم اللعيبة وكمان بيؤكد على فيه توقيع عقوبات كبيرة جدا على اللعيبة بسبب الرعونة اللي ظهرت من اللعيبة في مباراة سموحة